فالإرادة لا تخرج عن خمس عن خمس إرادة عطاء إرادة بلاء إرادة نقاء إرادة عطاء إرادة دعاء إرادة رجاء قلنا على أن الخضر عليه السلام بدأ يبين ويكشف عن الألغاز التي حباه الله بها إلى موسى عليه السلام النبي ذلك النبي الذي يقود أمة كاملة من بني إسرائيل فقال أما السفينة فكانت لمساكين وانتبه على أن قصة موسى مع الخضر كأنها الحياة الدنيا وكأنما الحياة الدنيا سفينة والسفينة هي الدنيا ثم ذكر الأبناء لأن الإنسان لا يريد من هذه الدنيا إلا الأبناء ثم المال وختم بالمال فالدنيا سفينة السفينة هي الحياة وأجمل ما في الحياة الأبناء والبنون والمال فقال أردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ولم يقل والديه لأن لفظ الأبي يطلق على الشاب الصغير من الأبوين أما إذا قيل له الوالد فقد بلغ من الكبر عثية حينما تخاطب أباك وهو لا يزال شابا تقول أبي أما إذا بدأ ينحني وكبر سنه نقول والدي وقد جاء في القرآن وبالوالدين إحسانا وإبراهيم حينما خطب أباه وهو لا يزال بصحة جيدة قال يا أبتي ولم يقل يا والدي يا أبتي لما تعبدوا مالا بدليل أنه كان قويا فقال في آخر الكلام لأن لنتهي يا إبراهيم لأرجمنك هذا يدل على قوته والقرآن يعطي الألفاظ الدقيقة أنا أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمن وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا الإرادة هاهنا تنقسم في القرآن إلى خمسة أقسام إرادة بلاء إرادة بلاء وإرادة عطاء وإرادة نقاء وإرادة رجاء وإرادة دعاء فإرادة بلاء ويقوله تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وأمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالصلاح الكلام فيه ضمير أمرنا مترفيها فالذي يأخذ الكلام أو الكلام الله على ظاهره يحسب أن الله أمرهم بالشر قل إن الله لا يمر بالفحشاء فهنا فيه ضمير ولذلك قالوا لو لا الضمير لعرف النحو الحمير من أخطر ما هو موجود في التنزيل الضمير لا تعرف يعود على من ما أحد يعود فأمرنا مترفيها أي بالصلاح ففسقوا فيه هذه إرادة بلاء الإرادة الثانية إرادة دعاء وهي التي قالها قابل هابل دعا على أخيه لما أرد قتله قالوا إذني أريد أن تبوء بإثمي وإتمك فتكون من أصحاب النار إرادة رجاء هي التي صدرت من الخضر عليه السلام قال أردنا رجونا أردنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة أما الإرادة الرابعة وهي إرادة دعاء إرادة عطاء أقصد إرادة عطاء هي التي جاءت في التنزيل على كل المؤمنين يريد الله ليذهب عنكم يريد الله ليخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه إرادة عطاء أما إرادة نقاء فهي خاصة بأزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سبحانه يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذن فالإرادة لا تخرج عن خمس عن خمس إرادة عطاء إرادة بلاء إرادة نقاء إرادة عطاء إرادة دعاء إرادة رجاء هي هذه الإرادة فالخضر عليه السلام قال فأردنا أي أرجونا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وكأن الخالق جل شأنه يريد أن ينجي هذا الغلام القتيل الذي قتل في صباه حتى يدخل الجنة وأن يرزقهما غلاما آخر فيكون الغلام فيكون الغلام صالحا فيدخل الجنة فلا يحرم الله هذين الأبوين من أبنائهم القتيل دخل الجنة شهيد قبل الحلم والذي رزق كان صالحا فدخل الجنة فما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لشيء أمره عجيب فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة انتبه في الأبوين جاء ذكر الغلامين الغلام القتيل والغلام الذي كان صالح وها هنا جاء بنفس الترتيب غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة في الأول لما جاء في بداية القصة قال استطعم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما سميت قرية لكنها هنا أصبحت مدينة علماء اللغة لا يفرقون بين القرية والمدينة فقالوا القرية قد يطلق على القرية المدينة وحين يطلق عليها القرية لكنه في البلاغة والبيان لأنها تناقش الأمور التي هي أعلى قالوا لا ما يمكن أن القرآن يذكرها قرية ثم يحولها إلى مدينة إلا لسر والسرها هنا لأنها سميت مدينة بعد الكنز قبل الكنز كانت قرية صغيرة لما أصبحت واكتشف الكنز فالناس بدأوا يفكرون في توسع العمران في المخططات وفي شراء أراضي وبناء وبدأ الناس ويحفرون الآبار وإذا كتر الماء دبت الحياة وكترت الماشية إذن فهنا لا يصلح أن نقول فيها قرية وإنما نقول فيها مدينة غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صلاح الأب هنا الجد السابع لكن صلاح الأب قد ينتفع به الأبناء والأحفاد فإن الجد إذا كان صالحا فإنه يخلد الصلاح في آثاره وفي أبنائه وأحفاده والجيل الجديد موسيقى اشتركوا في القناة